الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين عما بعد فأصيكم ونفسي معاشر المؤمنين بتقوى الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها المؤمنون الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن فرطت فالنار هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار أيها المؤمنون لو دخل علينا طفل أو رأينا رضيع قد سلبت أموال أهله وقد قتل آباؤه وقد هدمت بيوتهم وقد طردوا وشردوا من ديارهم ثم وقفنا عند هذا الطفل الصغير الرضيع الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله وقلنا له اصبر وأبشر فإن العاقبة ستكون لك ماذا عسانا أن يقالوا عنا ربما نتهم بالجنون أو نتهم أحيانا بالمثالية التي لا يصدقها العقل لكنني ومن على هذا المنبر لعلي أنثروا بين أيديكم هذا اليوم وعلى مسامعكم المباركة وعدا من القرآن الكريم من ربكم جل في علاه يحقق وعدا عظيما وثقة بوعد الله كبيرة إن القرآن الكريم هو دواء القلوب المعلولة إن القرآن الكريم هو الشفاء لأن الله جعله روح ما ظنكم بأهل المصائب اليوم النفوس تعبت والقلوب أضنيت والكبود ربما تفتتت ونحن نرى ونسمع كل لحظة ولا أقول كل يوم من المصائب والهموم على حال أمتنا المكلومة أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه إنني اليوم أريد أن أنثر لكم وعد الله المحقق وأبشركم بالأمل الذي سيكون إن كان الإيمان بمنزلة الجسد فإن الثقة بوعد الله بمنزلة الروح وإليكم سورة القصص هذه السورة التي تحكي فقط قصة موسى لكنها ما تكلمت عن قصة موسى مع فرعون وتفاصيلها مع بني إسرائيل إنما تحدثت عن النشأة وعن الولادة وعن الرضاعة وتحدثت عن خروج موسى من مصر إلى مدين ثم زواجه من ابنة شعيب وفي آخر السورة تحدثت عن قصة قارون إن الموضوع الرئيسي والعنوان الكبير لهذه السورة الثقة بوعد الله جل في علاه الثقة أن يوعد موسى وتوعد أم موسى بنصر عظيم وأن أم موسى تهدى بعد الأحداث التي حصلت لموسى الله يقول لها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين لكم أن تتخيلوا أم مهدد هذا الوليد لها بالقتل قبل أن يولد ثم لما ولدت حاولت أن تخفيه لكن الله جل وعلا أمرها بأربعة أوامر ربما العقل البشري لا يتصورها أو ربما لا يتقبلها أحيانا لكنه الاستسلام لله قال الله لها هذه الأم المسكينة التي بدأت معاناتها من أثناء حملها تضع هذا المولود فقال الله لها ضعيه في التابوت هل يعقل أن التوابيت التي يحفظ فيها الأموات يحفظ فيها رضيع لكنها استسلمت لأمر الله فوضعت موسى طفلا رضيعا في هذا التابوت الصندوق ثم لما وضعته يقول النبي صلى الله عليه وسلم ظنت أم موسى أن التابوت سيكون قريبا منها حتى تفتح وحتى ترضع وحتى يتنفس الرضيع حتى لا يموت لكن يأتيها الأمر الثاني ألقيه في اليم اليم بحر والبحر هلاك ظاهره وباطنه وهي ترى هذا البحر تتلاطم أمواجه فإذا بالقرآن الكريم وإذا بالآيات تصف ذلك المشهد ألقيه ولاحظوا القرآن ما قال ضعيه إنما ألقيه لو قال ضعيه بمعنى ضعيه ربما على أطراف الشاطئ لكن يلقى إلقاءا يرمى يحذف فحملته وأخته ثم ألقته في اليم ولكم أن تتخيلوا مشاعر تلك الأم ورضيعها وفلذت كبيدها في هذا البحر تتلاطم به الأمواج في هذه اللحظة خافت هي خافت على موت الطفل لأن الموت في البحر محقق خافت على أن يموت قال الله لها ولا تخافي حتى الخوف الطبيعي الذي جبلت عليه النفوس أنت ممنوعة منه في هذه اللحظة ثم ذهب عنها الخوف بأمر الله لكنها حزنت على بعد هذا الجنين والطفل فقال الله ولا تحزني ثم يأتيها الموعود إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين سورة القصص معناتها صدقوا بوعد الله شئتم أم أبيتم كأن الله يقول لمحمد يا محمد إنك ستخرج من بلدك وتخرج وستذهب مهاجرا لوحدك ولكننا نعدك بعودة ونصر وفتح عظيم ولذلك جاء في آخر سورة القصص في آخر السورة قال الله جل وعلا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد هو الذي قال لموسى وقال لأمه إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين أنتم متخيلين الوضع الذي كان فيه موسى هو لما رمي في البحر تقول أمه خفت عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعت أم موسى موسى مع بزوغ الفجر من ثديها الأيمن وما غربت الشمس وجاع إلا وهو يرضع من ثديها الأيسر عاد في نفس اليوم والله يصف هذا المشهد يصف الحالة التي كانت فيها أشبه اليوم ما نشبهها بواقع سوريا أعانهم الله ونصرهم أو بواقع إحدى البلدان التي تعيش اليوم وطأة الظلم والاستبداد قال الله جل وعلا إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ليش؟ لماذا يا رب؟ ماذا تريد أنت الرب القدير؟ لكن لماذا هذا الاستضعاف؟ قال الله جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ويبدأ مرحلة الاستضعاف من بداية ولادة هذا الرضيع من بداية الولادة وبالفعل يخرج موسى عليه السلام بعد أن قتل ذلك الرجل وبعد أن كبر ثم يعود بعد ذلك منتصرا متى نزلت هذه السورة؟ نزلت على نبيكم صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة في طريقه من مكة إلى المدينة كأن الله يقول يا محمد أنت اليوم تخرج وتخرج من مكة الرسول يخرج من مكة وهو يلتفت على الكعبة يقول والله إنك لأحب البقاع إلي ولولا أن أهلك يخرجوني لما خرجت وعيناه تذرفان دموعا على فراقه إلى أرضه التي تربى وترعرأ وولد ونشأ بها صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه السورة طمئنه ولما نزلت استقر لأنه صدق بموعود الله وهو يسمع قصة موسى عليه السلام الله يقول إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين السؤال موسى رجع أو لم يرجع وعد الله تحقق أو لم يتحقق قال الله جل وعلا فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ثم ماذا يا رب ولتعلم أن وعد الله حق يجب أن نعلم أن وعد الله حق ولذلك النبي لما دخل الغار مع أبي بكر رضي الله عنه قال له أبو بكر خوفا على رسول الله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم المؤمن الواثق بوعد الله قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا قمة التصديق بوعد الله لا ولم يقف الأمر عند هذا خرجوا من الغار نبيكم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ولحق بهم سراقة والقصة مشهورة سراقة بن مالك يقول كنت ألحق برسول الله ولم يكن بيني وبينه إلا كظهر فرس يعني خلنا نقول مترين أو متر نص حتى يقبض على النبي ثم يسقط بفرسه ولا يستطيع أن يصل لرسول الله ثلاث مرات قام سراقة قال يا محمد إني أعلم أنك رجل ممنوع أنا ما قدر أوصل لك ولكني أريدك أن تعطيني شيء لأني لو ذهبت إلى قريش الآن وقلت لهم أنني اقتربت من رسولكم أو من محمد ورجعت كذبوني لكن أعطني شيئا بمعنى علامة تثبت أنني وقفت ليس بيني وبينك إلا هذه المسافة التفت الرسول ليس معه شيء الرسول خرج مهاجرا ليس معه لأبو بكر الصديق فقال له رسول الله إني أعدك يا سراقة سواري كسرى تخيلتم موقف رجل فار هارب خارج ليس معه إلا صاحبه ويعد رجل سواري كسرى ضحك سراقة قال سواري من كسرى الروم أنت تتكلم عن مين كسرى كسرى قال نعم كسرى الروم قال يا محمد ما عهدناك رجلا إلا صادقا أنت لا تكذب ولذلك سميناك الصادق والأمين لكن اكتب لي عطني شيء وثق هذا الكلام قريش وعدتني بمئة ناقة وعدتني بأغنام وعدتني بغنائم والآن سأعود شبه مفلس اليدين فقال النبي لأبي بكر اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى سراقة ابن مالك يعدك محمد سواري كسرى والسلام وخذ سراقة الكتاب ورجع فلما رجع إليهم قرأ عليهم ما كتبه أو كتب له من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراقة عدرك وقت النبي لم يسلم سراقة اللي في يوم فتح مكة ولما رأى فتح مكة ورأى النصر العظيم بدأ يرى أن النواميس الوعد تتحقق هذا الرجل الذي لم يخرج إلا بصاحب معه ليس معه شيء في يديه ها هو اليوم يدخل مكة منتصرا فاتحا قال فأدركت عهد رسول الله يعني مات النبي وهو حي ثم أدرك خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فمات أبو بكر ثم أدرك خلافة عمر رضي الله عنه ولما فتحت المدائن فإذا بعمر ابن الخطاب تحضر عنده الكنوز والذهب وإذا بسواري كسراء على صدر هذه الكنوز فوقف عمر ابن الخطاب على المنبر يحمد الله ويثني عليه ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس أبغوني أو ادعوني سراقة فإذا بسراقة ابن مالك كبير في السن يمشي قد احدودب ظهره ودق عظمه وشاب رأسه فإذا به يقبل على عمر وعمر على المنبر فقال يا سراقة أعطني كتاب رسول الله الذي أعطاك يوم الهجرة فأعطاهنا وله إياه من واحد إلى واحد حتى وصل إلى عمر وهو على منبره يقف ثم قال اسمعوا ما كتب رسولكم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى سراقة ابن مالك يعدك محمد سواري كسرى والسلام ثم قال عمر صدق صاحب هذا المقام والذي نفسه بيده إنه لا ينطق عن الهوى تعالى يا سراقة وخذ ما وعدك رسول الله فإنها قسمة موعودة قسمة موعودة لذلك إذا صدق المؤمن العاقل بوعد الله استقرت نفسه وهدأت سريرته واستقر إيمانه وازداد كذلك إيمانه وتقرب إلى الله جل في علاه أيها المؤمنون ما من أحد مننا لهم ما من أحد إلا وفي قلبه من الهموم والغموم وربما تحملت نفسه كثيرا من المشاكل والمصاعب هناك أصحاب حاجات هناك مرضى هناك أصحاب ديون كم بين بعضنا وزوجاتنا من المشاكل كم نذرف دمعا على بعض أبنائنا من سوء تعاملهم أحيانا كم بيننا وبين إخواننا وآبائنا وزملائنا وبعض أرحامنا وجيراننا كل هذه المصائب فضلا على مصائب الأمة المشتركة لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان وكالجسد الواحد اليوم ونحن ننظر الشاشات ونتابع الأخبار في سوريا في تلك الأحداث الدامية المبكية الموجعة وفي غيرها من بلاد الله الواسعة في أوساط أفريقيا في غيرها من البلاد التي تعاني ما تعاني إنها القلوب حينما تجرح لكننا حينما نسمع كلام ربنا نصدق بوعد الله ونعلم أن الذي قال لموسى أو لأمه إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين والذي قال لمحمد والذي فرض إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يجعلنا نؤمن ونصدق بموعود الله تبارك وتعالى أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ترجمة نانسي قنقر